الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذا الدرس الجديد واللي كتعلقنا طبعا بمكوّن تاريخ المفيد في الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي إذن عنوان الدرس هو المغرب القديم التأثير الحضاري المتبادل بين الفينيقيين والأمازيغ نعم الهدف هو أدرس خارطة تواجد الفينيقي والقرطاجي بالمغرب أصف أسالي بتعامل تجاري مع الفينيقيين أدرس مركزا تجاريا فينيقيا بالمغرب من خلالي طبعا صورة وتسميم ليكسوس نموذجا ليكسوس طبعا الموجود بالعرائج قريب العرائج أمهد لتعلوماتي بحكم أهمية موقع المغرب توافذت عليه طبعا عبر تاريخه الطويل شعوب عديدة كان من أقدمها الفينيقيون والقرطاجيون فمن هم الفينيقيون والقرطاجيون وما هي مناطق طبعا نزولهم بالمغرب وما مظاهر طبعا تفاعلهم الحضاري مع الأمازيغ إذن بدوم النشط الأول أشتغل وأتعلم أدرس خارطة الوجود الفينيقي والقرطاجي بالمغرب إذن لاحظوا هنا الوجود الفينيقي والقرطاجي المغرب ونشاطهم تجاري بين القرن طبعا 12 قبل الميلاد والقرن جوج قبل الميلاد إذن شو دبا المفتاح فينيقيا طبعا هي بلاد فينيقيون هايها طبعا ثم مجال نفو تجاري القرطاجي هوا مجال نفو تجاري القرطاجي هنا هذي مراكز الفينيقيين وهنا محاور طبعا التجارة البحرية الفينيقية والقرطاجية مسالك تجارة صحراوية البرية مسالك هذا اللون هذا مسالك التجارة الصحراوية نعم إذن لاحظوا الفينيقيين جواب من طبعا الشرق الأدنى طبعا لبنى الحاليين فعبر طبعا البحر الأبيل المتوسط طبعا تجهوا إلى قرطاجا وطبعا إلى طبعا هنا إلى أوروبا ثم هنا إلى تانجيس ليكسوس وشالة وغير ذلك نعم هنا أعرف بالفينيقيين مستعينا بفقط أنمي معجمي الفينيقيون شعبهم ظهر بالشرق الأدنى طبعا لبنان حاليا منذ 3000 سنة قبل ميلاد اشتهروا بتجارة البحرية واتجعوا إلى الشمال الإفريقي منذ 1200 قبل ميلاد والقرطاجيون طبعا فينيقيون هما فينيقيون بانوا قرطاجا سنة 214 قبل ميلاد استقروا فيها وجعلوها عاصمتهم ومنها جاء طبعا اسمهم واهتموا بتجارة البحرية كذلك نعم وأذكر اسم بلاد التي انطلقوا منها ومقياها طبعا الفينيقيون طبعا هما انطلقوا من فينيقيا اللي هي قلنا طبعا الشرق الأدنى اللي هي لبنان حاليا هذه لبنان هنا لبنان حاليا نعم أبين المناطق التي اتجا إليه الفينيقيون والمراكز التي أسسوها والسنتجو الهدف من ذلك إذن المناطق التي اتجا إليها طبعا هيا فوصلوا إلى قرطاجا ثم وصلوا طبعا نعم طبعا أوروبا هيا هنا روما ثم إلى تانجيس هيا وإلى ليكسوس وإلى شالة طبعا شالة ونعم إذن عندنا هنا أبين المناطق التي اتجا إليها قدناها أعرف بالقرطاجيين مستعين بفقرة طبعا أنمي معجامي وأحدد المناطق التي شملها النفوذهم تجاري إذن بالنسبة للقرطاجيين هما فينيقيون بنوا قرطاجا سنة 18 قنميلاد سقروا فيها وجعلوها عاصمة ومنها جاءت جاء اسمهم طبعا واهتموا طبعا بالتجارة البحرية هما طبعا القرطاجيون طبعا في قرطاجا طبعا شنو السؤال هنا وأحد المناطق لشملهم من غيرهم فهما طبعا قاموا بشور إلى تانجيز ليكسوس بالعرائي إن شاء الله طبعا تجوا إلى طبعا المغرب الأقصى بلاد الأمازيغ لها المغرب لاحظوا أنواع البضع طبعا في المغرب كان العبيد الدهاب العاج فهي طبعا مواد غير مصنعة نعم ثم أحد المناطق من النفوذ نعم قلناها هل جواب عدنا هنا إذن المراكز تجارية أقامها القرطاجيون طبعا حسب لهذا الثماني ثاني نمشي النشط الثاني أصف أساليب تعامل تجاري مع الفينيقيين ألاحظ الخارطة جوج وأتبين معطياتها نعم رحلة حانون قرطاجي ومحطاته تجاري بمغرب إذن هذا العنوان دي الخارطة هنا عدنا مسار رحلة حانون البحرية لاحظوا هاي المصار دياله الخارطة طبعا مشاء إلى السواحل طبعا المغربية السواحل بحر ابن تغسيد ثم المحيط الأطلانتي والمحطة تجارية تأسر فينيقيون هاي بهذا طبعا ثم المحطة تجارية القرطاجية إذن باش نميز بينتهم هاي مثلا فينيقية قرطاجية تانجيس إذن مهم عدنا المحطة تجارية القرطاجية هاي هاي طبعا العالم الرمزي نعود إلى الخريطة وإلى الأسئلة وحدد مصار وتجارية لتحان المغرب إذن فطبعا تجاه نحو البحر المتوسط إلى المغرب طبعا اللي هو الأمازيغ تانجيس ليكسوس هاي المدن الكاملة مهدية سيرني ثم حتى إلى طبعا هنا الجنوب أسمي المراكز التي أقامها القرطاجيون وأحدد موقعها على الخريطة إذن هالمراكز التي أقامها مثلا تانجيس ليكسوس هاي تيمات روين اللي هو هدية ثم سيرني بالصغيرة وهذه قرنا سنرى هاي إذن المراكز التي جاء التي أقام القرطاجيون هي روس دير تامود تيمات روين سيرني قرنا تانجيس نعم وعدنا هنا قالوا لنا أسمي المراكز وحد موقع الخطاء هاي الموقع دير الخرطة قلنا هاي تانجيس هاي روس دورايا ليكسوس لي العرائش هاي تيمات روين لي مهدية والصغيرة سيرني وغيرها ونأفسر الهدف من قيام حانون بهذه الرحلة فأول حاجة الهدف طبعا هدف تجاري تجارة البحرية سنرى إذا الهدف من قيام حانون بهذه الرحلة هدف طبعا تجاري ليقامة مراكز تجارية طبعا توسيع تجارة البحرية هذا أهم حالة توسيع تجارة ولا بد أن نعرف بهذا حانون القرطاجي اللي هو مالك قرطاج وكان قائد عسكري وبحار مستكشيف حكم بين 480 قبل الميلاد و440 قبل الميلاد نعم قلنا الهدف رامكتوب هنا صنرنا عندما يصل القرطاجي هذا نص مهم هذا يتعلق على المبادلة تبادل تجاري عندما يصل القرطاجي عند هذه الشعوب لأمازيغ كبل الصورة يفرغون منتجاتهم ويضعونها على طول الشاطئ ثم يعودون إلى مراكبهم ويقيدون النار لاش لإخبار السكان الأصليين بأنهم وضعوا البضاء وعندما يرى السكان الدخان يأتون إلى الشاطئ ويضعون الذهب قبلة المنتجات يحط الذهب قبلة المنتجات القرطاجي وينساحبون ينزل القرطاجي من مراكبهم ليتحققوا من قيمة الذهب فإذا كانت يسوي قيمة المنتجات فإنهم يأخذونه وينصارفون وإلا فإنهم يعودون إلى مراكبهم وينتظرون الزيادة فيعود السكان المحلي لإضافة مزيد من الذهب إلى أن يحصل الاتفا إذن هذه طريقة التبادل تجاري بين القرطاجي نعم طبعا نعود ونشرحوها القرطاجي عندما يوصلوا عند الشعوب الأماظيغ يفرغون المتجدير على طول الساحل يعني في شواطئ طول الشاطئ ثم يعودون إلى مراكبهم ويقيدون النار لإخبار السكان عندما يرون السكان يأتون إلى الشاطئ ويضعون الذهب قبلة المتجد القرطاجي وينسحبون ثم ينزل القرطاجي ليتحققوا من قيمة الذهب هل هي توافق قيمة البضائع فإذا كانت تساوي قيمة منتجاتهم فإنهم يأخذون وينصاربون وإلا فإنهم يعودون إلى مراكبهم وينتظرون فيعود السكان محل إضافة المزيد من الذهب إلى أن يحصل هناك اتفاق إذن السؤال موالي أبين الطريقة التي كان يتم بها التبادل تجاري بين القرطاجي والسكراتي نعم لم تكن هناك أصلا عملة التبادل إنما هناك كانت مقايضة المقايضة هي التبادل سلعة بسلعة المقايضة هي التبادل سلعة بسلعة نعم أستخرج من النص ما يدل على حسن التعامل وثيقة في التبادل نعم من خلال النص أول حاجة وضع السلعي للقرطاجي طبعا على الشواطئ وثم عندما يشعرون النار يضع السكر الأصلي في ذهب قبال المنتجة إذن هناك ثقة تامة بين طبعا المتبادلين فنقول فينساحبون ينزل القرطاجيون من المراكب يتحق من قيمة الذهب فإذا كانت تساوي قيمة المترجم فإنهم يأخذون وينصرفون طبعا فهناك نوع من حسن التعامل فإذا كانت فعلا قيمة الذهب تساوي قيمة طبع البضائع فينساحبون وإن لم تكن طبعا فيعودون وينتظرون المزيد من الذهب فهناك وثيقة تامة فيما بينهم فهناك طبعا حسن التعامل فيما بينهم سنرى الإجابة هنا إذن هنا قلنا الطريقة التي كانت يتمو بالتبادل التجاري بين القرطاجيون والسكر الأصلين هي المقايضة وهي تبادل سلعة بسلعة يعني لم تكن هناك طبعا التعامل بالعملات نمر إلى هنا أدرس مركزا تجاري في نيقين المغرب من خلال صورة وتصميم لكسوس تقع مدينة الإكسوس الأثرية على بعد 3.5 كيلومتر شمال شرق مدينة العرائش على الضفة اليمنى لواد لوكوس إحدى أقدم المنشآت في نيقيا بغرب البحر الأبيض المتوسط عرفت المدينة ابتداء من القرن الثالث قبل الميل تطورا معماريا تمثل في حيس كان معباد ومعامل تمليح السمك وقصر الشيدة في أهديوب الثاني ومسرح مدرج ولوحاس أرضية من الفوسيفيزا وهي تعكس مكان للمدينة من ازدهار اقتصادي وعلاقات تجارية متواصلة مع بلدان البحر المتوسط هاي الصورة لبقايا مدينة اليكسوس ها نعم هالمسرح طبعا الروماني هاد الأعمدة طبعا الصور ونرى هنا قطع نقدية عطر عليها بيليكسوس قطع نقدية طبعا قديمة ثم هنا هذا مهم هذه الشيما هذه ها أصوار المدينة نعم مدينة نعم هنا كنيسة مسيحية هنا هنا مصرح الروماني يدلل على وجود تقافة الحمامات نعم لنضافة هنا المدينة السفلة ثم هنا مصنع تملية سمك اذا هذا هو تصميم المدينة هناك كنيسة المدينة العليا لكن بوليس أصوار المدينة هنا مساح روماني فهناك طبعا سنرى أقرأ النص الوثيقة ولاحظ الصورة والتصميم والوثيقة خمسة وذات ثم أستخرج موقع مدينة ليكسوس لقم النص إذن مدينة ليكسوس هاي تقع على بعد 3.5 شمال شرق مدينة العلائس هاي شمال شرق مدينة العلائس هالجواب شمال شرق مدينة العلائس على الضفة اليمنى طبعا ليوالليكوس نعم وحدوا على الخريطة رجعوا للخريطة هاي الخريطة رسلنا نعود إلى الخريطة وهالجكسوس هوا طبعا قرب من العلائش نعم هنا نطلب مننا طبعا تحديد موقع من موراها قال لك أتبين من النص مظاهر تطوّق الصادي والعمراني والثقافي من خلال نص نرى التطوّر العمراني والثقافي كنا تبين أقدم المشاءات نعم كنا بالنسبة لهذه الأكثر من مضاهات نعم عرفات المدينة تطوّر معماريا من خلال نطوله هوا وجود حيث كاني وجود معباد معامل تمليح السمك كنا كذلك قصر شيدة في عهد يوروبا هذا يبين على أن المدينة كانت طبعا عمارة أو تم فيها البناء والتشييدة وهناك كذلك وجود مصرح مدرج دليل على تطوّر التقافي أنذاك لوحات أرض يميل فساء نعم فهذا يدل على مدى طبعا التطوّر الذي عرفته المدينة أنذاك طبعا تطوّر العمراني وتطوّر التقافي وكذلك الاقتصادي وجود معامل وجود معامل طبعا لتمليح السمك وهناك قصر وهناك مصرح مدرج التقافي ثم كذلك لوحات أرض يميل فسي في ذلك إذا هذا يدل على التطوّر الاقتصادي والعمراني آنذاك نعم هنا أصف انطلاق من الوثيقة خمسة صورة ألي بقايا مدينة الكسوس وتعرف مكوناتها ومشيئاتها اعتمادا على تصميم إذن إلا لاحظنا هنا الوثيقة هنا هو وجود طبعا المسرح الروماني هنا أعميدة ومن خلال هذه المكونات ديالها فعندنا المسرح الروماني حمامات كنيسة مسيحية المدينة العليا أصوار طبعا المدينة ثم المدينة السفلاء ثم مصنع لتمليح السمك نعم سنمر إلى أقوم تعلماتي أبين مظاهر تأتي الحضار القرطاجي على المغرب وأبين أين تجلى فتأتي الحضار القرطاجي كي تجلى أولا طبعا في تعلم اللغة القرطاج ثم في الاستفادة من البضائع الفينيقية اللي هي مصنعة وبالتالي الاستفادة من البضائع المصنعة ديال الفينيقيين هناك ألاحظ الصورة وأصف هذه المعلومات المعمارية وأبين الوظيفة التي كانت تشغلها فالمصح الروماني طبعا أصفه عبارة عن ساحة دائرية محاطة طبعا تكون بكراسية للمتفرجين فهي تعبر عن تطور التقافي آنذاك في ذكاء الفصل سأتمنع الإجابات طبعا في علبة الوصف سأتمنع الإجابات طبعا سأتمنع الإجابات. شكرا